أحب أسمع رأيك في الجنوط المقلدة منتشرة بشكل كبير منتشرة بشكل كبير إطارات وجنوط مقلدة وللأسف أن أغلب المصانع اللي بتصنع هاي الجنوط والإطارات بيستخدموا أسوأ وأردى أنواع المعادن والمواد الأولية لبناء سواء خلطة الإطار أو سواء حتى بناء الجنوط فأغلب الجنوط هاي خصوصاً لما تيجي تتبدل بالسيارة وعادة اللي بيبدل الجنوط عادة يكون شخص إما مثلاً أنه جنوط سيارة تابعه أنه خلص ندعم نصدم لا يمكن أنه يستعمل فبدو يجدد فبروح بنتقل للإطارات هاي التجاري منها اللي هو رخيص الثمن خطر جداً جزء كتير كبير منه بتصير فيه ميلان وبتصير فيه انحرافات وعلى سرعات عالية هذا انت عارف شو معناه يعني انت بسهولة وممكن هذا يؤدي إلى انفجار الإطار نفسه ردائة الجنوط ممكن حفرة صغيرة تكسرك جنوط حفرة حفرة انت مطب صغير يضرب مطب صغير يكسر الجنوط تخيلت الضرر اللي سيحدث على السيارة وإذا كنت ماشى على سرعة عالية شو الضرر اللي عليك وعلى أسرتك اللي معك بالسيارة سواء انت رب أسره أو انت أب أو انت أم معاك أطفالك بالسيارة الموضوع جداً خطير يا جماعة انت لما يعني دائماً احنا نحكيها بحلقاتنا موضوع الإطارات هو الشيء الوحيد اللي بربطك على الأرض الشيء الوحيد اللي انت كل هذا هيكل السيارة انت شايفه الفولاذ والمقاعد والجلد كلها مرتبطة على قطعة ربر مطاطية ملتصقة بأرض الطريق والشارع هذا انت مالك سلطة عليه يعني انت بلدية بغداد مقصرة معاكم بتعديل الحفر والبصرة وأربيل وكل مدن العراق فيه تقصير هذا حطوه على جنب انه أغلب الطرق فيها مثلاً حفر أو مطبات مفاجئة أو 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 انت كصاحب سيارة طالما قررت انك انت تطلع بسيارتك وتستعمل هاي السيارة يعني اعقل وتوكل أبسط الأمور انه الإطار اللي يكون راكب على السيارة تكون انت نوعاً ما متطمن منه اعقل وتوكل